لا لابتزازك لو إلهة من للتتار بدى يحاكي الملمحة كان الطريق إليك أقرب للرحة والرد كان معززا ومسلحة ومبكرا يا كم أعد المسرحة وللي أعناق الأباعد صححة رد الحياء لمن تألها مستحة وأحال من أطوار هولاك جحة رسل التطار في مصر رسل التطار في مصر مسرحية شعرية تأليف دكتور كمال إسماعيل إخراج رد الجبري المشهد الأول المدخل إلى قاعة الأعمدة مقر قلعة صلاح الدين حيث يتوقف مبعوث الوالي الباب المدرج المواجه للقاهرة قبالة ساعة رمل فأفيها الوقت أحد الحراس من المماليك المكلفين بالصهر على باب المظفر ومع مبعوث الوالي أربعة من العساكر الأغراب الضيق الأعين وقد وضع كل منهم العصابة على رأسه ومع أحدهم خطاب طويل ملفوف وتتوافر في المدخل أطباق المطبوخات والأكواب الملأة بماء الورد كما تتعلق رقعة شترانك مهمتها التسلية كي تصرف الحارس كتبغ باكر مصر برسل جاءت ومقدمنا الآن لأقاربهم أنا حارس باب السلطان من أولكم؟ إن الأول قبل أقدام القاهرة العالية كما لم تفعل رئيس وفد تتر يقبل الأرض ويحاكيه أصحابه ثم ينهضون على ركبهم ينصرف مبعوث الوالي فلتخلع ما عليك هنالك إن تتر دع من بالك تتر قلل من أقوالك والنار الطافرة بيثرب للشام لبصرة متعجل تتر تتر قلل قلل أنتم سوس الأرض أتحفل سبب النار أتعقل بل هي نار تأكل نارا كالكون المنقارد الأول والشمس تعدى بيهالك والشجر الشجرة لنزالك يا كاتب سر السلطاني بريد قد طرأ لإقبالك هذا إني كالمتمالك أنظر في سحن لا أعرف هذا من ذلك حاشاكا فماذا بشمالك مخطوط آت للمالك عن ملك قهار ممالك من عال كمثالك هو أمر عشرة ألاف ونوين هي تعني ذلك المشهد الثاني قاعة الأعمدة في القلعة وفي رأس القاعة يجلس الملك المظفر على كرسي من خشب مغشي بالحرير يفترش عليه مرتبة أو طراحة وتظهر على الملك الشاب سيماء النشاط وحبه للناس وللمسالمة وهو يتبسط في ملابسه الوطنية التي يمكن أن تكون الشربوش وهي نظير العمامة العربية والقباء وهي بديلة عن القفطان والملك لا تغادر يده سيفه الطويل الممهور باسمه والمجدود في وسطه كاتب السر مقبلا يد المظفر ثم مبتعدا إلى مسافة يا ملكي تسليم الله عليكم أفتأذنوا ببريد ممن؟ كاتبها من نلعنه في جمع وبخطبة عيد جئ بحواريه مادم استعرب لي وابن سديد والصاحبة وأذن لرؤوس النوبة أن يذر التبعيد يدخل وفد التطر يتقدمهم كبيرهم فيقبل الأرض بين قدمي المظفر ويجاريه أدباعه ويظلون جاثمين يا سلطان سلام الله إنا يا سلطان دعاه كمماليكك نحن جثاه خدام الجالس في التخت المصري نبجل ونشيد ورعايا هولاكو أيضا لا نعصيه أو سنبيد نحن سفير بين نوالك لا سعد نذير بزوالك هل ننهض؟ لله علاه ننهض؟ يا بئسة مرقاه هولاكو ذو النجم الحالك شر حفيد هو للجد الأول هذاك العربيد خال الملك جلال الدين لقد قتل أباه الصنبيد بل قطع رؤوس مواليه مظلم يأخذهم كعبيد لكن لم يظفر بالعاهل جنكيزة فهل كان يصيد؟ وجرى بحر دماء زلقت فيه الخيل كزلق حديد وأتى من رحلته الخان ليضخم بالحادث ويفيد وغزخال بخوارزم فهل جاء بنوه للتجديد؟ اقرأ اقرأ يا كاتب فالسمع لننظر ماذا سوف يريد؟ كتبغى يهديك لأموالك ويفوض يدك بأعمالك بنسائك أيضا ورجالك ويخلي هيئتك كحالك كتبغى يدعوك إلى الطاعة أو فهي ضيافتك وضاعة وجهالة أفعى بالواجب ورذائل معناها حارب قل يا مستعرب في اللحظة وانظر يا صاحب في اللفظة ألأم من ذرات الحية ذاك المنحول على اللحية يلجمها للأذن بحلقة ويشمر ساقا للسرقة وقضاء الحاجة يأتيه ليل نهار والسوءة من دون ستار شأن الأطفال الأغرار والأتباع له يمحون العالق فيه من الأقضار مما نحن وأنتم عنه منهيون لعار العار يا صاحب ملعون المحضر والرسل ومذنوم المخبر داهية تتار يتدخر فله في استخلاص ديار الإسلام لمملاه مسالك من تلك إذا كبس مدينة منها ساق الجندرهينة للتالية لغير الزينة بل لمآرب فيه دفينة بل لتشح بتلك مؤونة فإذا حاصرها استردته ذاهبة العزم المسكينة ألذج الأهلين ببعض واستفرغهم كالقنينة ابن سديد لا أعرف فيه من قال لحصن يعيه بطار من غير شبيه معتد ما هو بسفيه ماءك ليس الماء ألا افتح نكفيك ماءا قد نكفيه افتح بالصلح بلا كره أو سوف يليك المكروه فيجاب بأن عندي ماء يروينا بل نسبح فيه فيزيدوه إذا أرحل أذوي إن ترنيه ابو ألا أرسل أحدا ينظر ويقيس ويدريه فيجاز رجال برماح جوفاء بسم تؤويه فإذا ما دخلت أرستها للماء لبدن تهريه فيحاقق ما كان سيغفق فيه بوجيه لوجيه ولهذا فهو سعادتكم إن زال تعذرة التركة يبقى بركة وهو يوافقكم بشعائر ومآذن مدن مشتركة في حركة إسلام التتر شمال الأرض يلبي حركة ضربت ما لهلاك فيها من أسس عقول مرتبكة في معركة بركت فيها الطير على الجثث المنهتكة فتراها أهراما فوق الأهرام كملك والملكة هسكت لا سكتة فالهلكة آتية لا ريبة فيها والسمكة لم تعد السمكة ثقبت بالزعنفة الشبكة فارسم أسدا للتحضير وتسمى مثل الخنزير فالحق وزير وأمير يربح في أوج أساطير يركلني هذا يا ملكا ويكب برأس الطرطور ويكرر ذلك مرات حين لرأسك أنت تدير فاجعل أي طواش رصدا أو أحرق روح الشرير أو علقه من قدميه بباب زويلة للتشهير فهو إزاءك شر ومقير وافصل بين اثنين ارتكلا واعدل يا من فوق سرير أكمل أكمل ما أقدنت عليه بها من شوكة عن بركة هذا النحرير زوجته الغالية جوجك صار لها لله نسك مسجدها من خيم ينصب لصلاة الصبح وللمجرب انحلت وإذا مرتحلت وبأعراف الله اكتحلت إياك وباهذة القرصة للراوي الحاكي للقصة فمن الصاتنا تلك منصة للحق وإيفاء الحصة وأنا من أعطيت الفرصة العلامة نجم الدين غزير العلم كبير الشان ما لهلاك أي سبيل كان عليه ولا أيمان يتتلمذ شبان التتر عليه بشمال البلدان وإمام بخار الأستاذ الباخرزي لديه يصان أرسل هذا الرجل لبركة أحد مريديه الفتيان فتلى للرجل التبيان فأثمر فيه بالتبيان وأحب شعائره حبا أمضاه لباقي الخلان وانفك من الوجه العقلاني لإيل سنان وفلاسفة الميتافيزيقة أهل البطلان وعلوم يهواها الخان ولا يدري ما فيها الخان والسجدة للشمس إذا ما هذه ركعت للرحمن وأتاحت بعض دفاترها في مدرسة أو بستان ولفرط حلاوة مالاقة جاز الباخرزي ببايزة تجبي ثمرات الناحية إليه حتى العنزة مما نأكل حتى الجروة وأطفال الخنزير العجزة هل يحفر فيها اسم الله؟ هل فيها الأمر بتقوى؟ لمواقيت هدت لصلاة؟ اللوحة قد نقش عليها من آخرها لأوائلها أسماء الملك التتري تعزز بالأمر لحاملها أن يغضو في الناس مطاعا وتجود عليه بنائلها فيما ملكت أرض التتري بمستجدبها وخمائلها ورسول الملك لقد حمل اللوحة للشيخ ليهداها؟ هل إن الشيخ تلقاها؟ هل نظر إليها تياها؟ بل إن الرجل ترجاها أن تنفع باللقب عليها والأمر وألوان الميزة أي حمار قد وافاه الحين وكفت عنه الهزة ولقد حصل سرور الملك التتري فهل سار إليه؟ واستبقاه الزاهد لا يأذن بدخول الملك عليه إلا بعد مرور ثلاثة أيام ورجاء الإخوة وهناك جدد موثقه معه واستوحاه الأسوة فلنكتب للثائر بركة هذا في إمعان هل هو ينحاز إلى قومه؟ أو معنا قد صار ليومه؟ فإذا لم ينضم إليهم فليحمل للفور عليهم يدخل في دهليزي أمنك؟ فالأوغل فيه عن إذنك لم أخلق للموت المحدق بالمجان بل لأحارب هذا الماثل قدامك يلكزني إذ تنظر خلفك يلمزني لتمكني أن أسرعه في ميدان هو جزء من لحمي لكن عقلي عن قلبي قد حجزه رد القوس على من في الظاهر قد صار بحوزه لأبوة حق ترشدنا للإنسان وكذلك أعطوه ملابسنا الأحزمة وبزة وعلاجا بالمارستان ها هي ذي الشمس كما الخرز أضيق من سم خياط عرض لكتان فالأقطع شرياني رئيس الوفد التتري مترقبا أمر المضفر في الباقين وقد أمر المضفر بهم بيده للمستعرب الذي أومأ لمتولي الحبوس بالباب فاقتادهم وأخلى سبيل التتري الغلام صبرا للشريان التتري الغلام يمنع زميله من وغز شريانه بأثفاره الحادة في محاولته قتل نفسه كعادة الأسرى من التتر المشهد الثالث الضوء الأخير من نهار شاق من الكد بالقلعة والتسرع هو السمة الغالبة فالقلعة ستستقبل في قاعة مصفوفة الأرائك مزودة بالشمعدانات النحاسية المكفتة بالفضة ضيوفا للصمات اليومي المسمى الطاري الذي يحضره السلطان ويأكل منه ويتسود مجريات النظام في القاعة وفي تنسيق المشويات في صحافها وعلى أوانيها النحاسية المذهبة المحلات بزخارف نباتية محفورة أستاذ الدار كما يساعده الغلام التتري الذي أصبح مملوكا يتزيى بثياب المماليك السلطانية التتري إذا ما أطقن صنع القول أمام خليفة من دون الإيمان ودون نقاء سريرته المألوفة واكتسب مكانا للفأر وللصقر كباقي التشريفة هل يصلح أم هل يترقب للمنعم مرتبة القيفة ذلك ما عنه ستجيب لدينا الأوعية المنزوفة ولنا نحن الحساسين أولئك أكوان مكشوفة نترقب فيها الأقذار ولو حتى تمتضغ الليفة والخيفة واحدة تترك وتلاقى فإذاها الخيفة والإسكاف يموت وعين من فوق النعل المخصوفة والزمار على المزمار كما الناسخ تلقاء صحيفة والقراضي على حمحمة القرد وأعينه المسقوفة العز ولي الإفتاء أدام الله لنا فتوى يدخل السنجري وكبير قضاة المحروسة كل لب العدل قضايا يدلف مقدم أربان الشرقية والبحيرة وكبير المتطوعة وعظيم العربان ورأس المتطوعة فوامسرا يظهر ابن العديم وابن عديم وهو رسول الناصر في ثاني مثوى يتوافد المستعرب والصاحب وابن السديد والصدر أحمد وأمراء الألوف والمشورة ثم يقبل المظفر وعلي خوذته المصنوعة من الصلب والخوذة تتألف من جزئين العلوي محلى بزخارف هندسية ويحتوي السفلي على شريطين من الكتابة المذهبة يمكن أن تكون آية الكرسي وأسماء العشرة المبشرين بالجنة ويد الملك المظفر على سيفه الملك مظفر الباسل سيف الدين حماه الله ورعاه لدين الإسلام وأيد بالإحسان خطاه يشير المظفر بالتدرج حول السماط فيصير الجلوس في ترتيب تفضيلي هو المظفر فعز الدين ابن عبد السلام فالقاد السنجاري فالنائب فالوزير فكبار المماليك فممثل الشعب المجلس زاد وحوار وصمات السلطان وفير شو راكة المظفر لعز الدين ابن عبد السلام وقد أمسك المظفر عن الأمر بتناول الطام شو راكة لقد سبقت شورة في حق المنصور تسير وهي كلام فيه معاد وهي مقال فيه أخير إن ظهر الأعداء بأرض والوارث طفل وصغير كالمنصور بعمر الصبية يلعب بحمام ويطير أو يلهو بركوب حمير جاء برجل منه أسنى بمقدار الحنكة والكبسة ولقد خلع بلا تأخير بل هو قد أودع في الحبسة في ضمياط بغير النير الصدر عدو العمران خسيس لا يعف الأعراض أو يستثني من هي حبلة أو بمخاض ويلاحق من لاذ ببئر أو مرحاض ويصيب الأمة بالعقم وبالسقم وعدوى الأمراض ورسول المبتز نذير بالأنقاض فالعجل العجل مع الحزم فهلاك للصرع أسير الضيف الشامي أشيء في التبصير وكما قلنا كابن كثير أنت وفي السرد بن أثير أو في مثل بهاء زهير تركي مصري ترسي أسسا للسلم وللحلبة وعمارة ما هدم السيف بويبة ذاك كإحسان لفقير والحج العف المبرور والبر ببيت معمور والأمر بمعروف فينا والنهي كذاك عن المنكر وتصلي الفرد بموقته دون توان أو تأخير وبذلك لاهج الجمهور لكني في مصر مقيم بحماكم مذ تلك الجلسة مذ تحليفك للمحروسة سابع عشر منذ القعدة من بعد تخلي المنصور وتوليتك رأسا للبلدة الفتوى الفتوى ملتمسة لضرائب تجبة عاجلة لنزال الشرذمة النجسة ننظر نحن ببيت المال فإن لم نأنس فيه كفاية ننظر فيكم أنتم قبل سؤال الناس مزيد جباية فإذا كان لديكم ذهب في الألبسة بشكل حلي في مثل حزام أو طوق أو ما شابه بيع الزي يتساوى في ذاك رداؤك وثياب المنصور علي والخاصة منكم أو منا والإقطاع المملكي فإذا ما صرتم والعامة متساوين بباب الثوب إلا ما قد يحمل واحد منكم من آلات الحرب وتخلى الجندي عن الأفراس الزائدة عن الحد إلا ما يبقى من فرس واحدة يركبها الفرد أخذت من أموال الناس فلوس في دفع الأعداء دون الشهوة في الإيذاء أو بمعارضة أشحاء حتى إن دهم الأعداء وجاءوا بجحافلهم صافة وجب على الناس جهادهم بالمال وبالأنفس كافة يتساوى في هذا أيضا في القوم فقير وغني فلنعي حسبتنا للحرب قبيل الأكل وقبل الشرب ما في بيت المال وما نحتاج له من دون الحجب ابن سديد بيت المال خلى إلا نيات الشعب هل أستاذ الدار يرينا ما صرف وماذا في الجيب؟ ما زالت أوعية المطبخ ترجو فهو نفير عام يا نائب إن الأسلحة بنقص بحصان بلجام بل تغيير السرق بأخرى ينبض حيث السرق ركام ومزاود لا بد لعلف الخيل رحيبات وعظام لتقاوم أبقار التتري ومئتي ألف كالأنعام تأكل مما في حافرها وتنام كما أي منام يا صاحب كيف التسير به قد صعد حصار الشام واللاجئ ها هو أبهضه خطة تتر في إحكام ها هو في الشام الدينار كرسم الكعكة في إحكام لا يطعم أحدا من جوع أو يحلب شاتا للري أو يشفي من هو بالفالج أو بجدام فالسجدة لله لأن الدينار المصري قوي لم يدخله نحاس حتى الآن وقد فتن الغربي ودقيق الناس بسنبله في الشونات كذاك وفي والنيل بمقياس الروضة ما زال النيل السنوي ستمئات ألوف الدينارات يراد الجبي غفر لتوران شاه لما من شجر الدر جبل فيء والريد فرانس بحملته أفنى الشيء وبعض الشيء الحرب تعبأ بضرائب قولة أرباب الأقلام من بعد يمين نحلفها لا نحنس فيها فنلام إن لم يبقى ولو قيرات من ذهب النسوة في دار يفرض لتكاليف الحرب على المرء البالغ دينار والمرأة أيضا وزكاة المال تجيء بلا استئخار وإذا نقص الجبي تحمل إجماليته التجار تالله سأصبح في بين القصرين بمكروه المعدن وحريمي لنبيع ونأتي بحديد أبدا لن يفتن الأصفر قد قاد وجوها لليوم الأحمر لتكب حتى أركعها لنهار أزرق لتصب وجلاء الأبصار ألا هو في الإيمان لا في الذهب الزاهي والمرجان وبصائر للناس تشعع بها الأوطان ومخالفها نحن نراه رأي عيان فجلبيب ثمان سود شابت كمشيب القطران أو ذهب لجب منثور قديس بقدم القطعان والقول بمعاد الهجمة لو نحن على الأهبة نؤمر أن ننفر للحرب الآن لا تصلح قولة مبترد أو حران وإذا أمكن أن نلقاهم في صفر فلمن شعبان أو نظمهم في شعبانة فلا ننتظر إلى رمضان عندي تفكير مختمر لمصالحة لبني الأمة تلك بها ببرسو سيرجع كي يسهم بجلاء الغمة ويكون جناحا في الجيش وميمنة لزمت للحومة ويفيد قلوون منها فالميسرة له من ثمة ولقد أبصرنا ما الخلف لقد جر على أهل القمة لو يوما قد نشب خلاف ردوه إلى الله بهمة كي تصبح يوم كريهتكم قوتكم لغد بتتمها ببرس بألسنة العامة وقلاوون كلام أئمة فإلي بأصحاب بريدي للقائهما عند الفرمة لبيك مليك المحروسة يا ملكا قد هزم فرنسا أوقع في المخلب بفريسة ولخير رفيق لا ينسى أنا أملي عود للفور لتبديد الرهبة والظلمة الباب أمامكما رحب للتوبة بأداء الخدمة ولقد أقطعنا ببرسة قليوبة وأسقطنا التهمة بل نصبناه مقدمنا فالنائب باق لمهمة توقيعي بالقلم أخوكم فهلم فالنذر مهمة الفصل الثاني المشهد الأول هولاكو الخاصة بظاهر حلب وهولاكو حفيد جانكس خان التمرجي له بأن البراري من أبناء الصين وهو ذو مظهر فض يوحي بالتشوق للدم وإن كان خارجا من نوبة سرع مما كان ينتابه عقب سفك الدماء وهو الآن يختر في ثوب ناصع مصنوع من وبر الجمال البيض وفي قدميه نعلان خفيفتان وفي رأسه العصابة وفي وسطه السيف وتتحلى أدناه بحلقتين من الذهب فيهما درتان نفيستان ويختلف إلى سرير ذهبي بين جلوس ونهوض وعلى الرغم من الشاب الواقف إلى جانبه وهو ابنه أبغى أو شموت فإن ما يعتى الشباب ما تزال تتشبث بهولاكو وهناك كرسي على اليسار لزوجه المفضلة الخاتون طغر وإن كان الكرسي لا يزال شاغرا فالطريق مفتوح أمامها بين داخل الخيمة وخارجها لؤلؤ لما وضع القرطة بأذني في الموصل قد كاد يجن إلا أن ذويه ابتسموا قيل لنا لعلو الشأن وقيل لشد الأذن وقيل لأن وأن جدل قرب الأذن يطن كغرق المدن بها من بطر أو من جبن جدك أحرز عرش بكين خبز بكين حتى بلاهور كالقوسي وفي روسيا مثل السكين وعشى سيليزيا في الجيب بهبن بل أخضع عمك أجداي كييف بجنب وبن الحسن وأباد لألمانيا جيشا فيه من البولنديين بوجود فريدريك الثالي لكن المملوكة المصرية على مرمن للسهم عصاني الآبار تحيض دما في كل الكون علّ لديهم بئرا تدعى يوسف ليس تحيض الخوف يحنط أمواه البئر الريا حيث تغيض ويصيب بعدواه الأخرى ليست ذات الماء مريض ما من بئر إلا ولها سوءة البئر بلفظتها مرأة إلي سنان لديه بدمشق على القلعة جراء أيا لي أخذي مصر الكفأة عشرة آلاف قائدها ذو ريح منتنة حمئة إن الهزء كتبغة من في صرور اللبؤة حتى يسمعني صرخات من مصره له أذني الصديعة واليوم بساعتي مئة قيل المملوك لقد عقد المجلسة فالأذن لمجلسي وبصدره لاك آخر بشواض بسوادر أهل بالجاسوس أسهل أمري أعلم كيف أعيش فالتواوش بدون جذوع الساسة وهي الريش يطيش وطواويش الدنيا دون حيازاتها الريش خفافيش ما عدت بمسؤول الصيد فهقق في المسألة بنظرة درياني عن مصر يقول السحرة أو فيما قال اليونان السحرة هبة النيل وكانت هي سلة روم الملأة بالحنطة ذات سبيل ثم غدت سلة بيزنطة بل هي فعل الجاموس به أيدي المارة مرتبطة ما هي لو أبغى سيسوس تدخل طغر في ثوب مرصع باللقال وتجلس في حفة كرسيها على يساري هولاكو يا هولاكو ابحث عن ملك أبيك تعلم كيف تقيس أفملك في عرض الكون كعجل أبيس قبولاي سيرتشف فتوحك خذ خطواتي عن قسيس إنك من قبلاي وشقيقك عنز تحت دروس تقدار على الفكرة أسلم ولدك تقدار بل أحمد واسمعني في حال جلوس كي لا تسرع هولاكو تأخذه نوبة سرع ثم يفيق هولاكو باب السرع لقلبي أسرع أتسمى أحمد بل قولي إنك مارية فلتشهد فيما أحارب جهد يساري من آمن وأقي من ألحد وأعاد المسجد ذا الصخرة وإلى باب الكعبة أجهد الكبوس أتعني باقو في حد كان الأهناء والسم المتخذ إليه سبيلاً أنشأ يدرأ ويسدد لحلوق عداه ممن يضمع هل كان بكرسي الروم رسل حلقوم قم يا رجل فما البلعوم عداك العيب فباق مبدأ كان نقياً كالترياقي وكان وفياً مثل المرفة من لي بالخاتون وباقه ها أنا يا طغري حاكيته فجاءها والزائرة تحكي صار أبي وأنا ذي بنته بيجو ينحدر إلى العتبة بيجو يلقاه بلا عقبة بيجو قد صار له اللعبة بيجو أسلم ثم تسمم هو ابنه فكان لي لا أعلم ناستونج درى ما قد أتاه رسول الله وبنى المسجد في كنتون وأنا آرث ترابابيه براء من أقضية الدين وأحوز الشفرة والشارة وأضيف لها الحرب حضارة بالغارة تتلوها الغارة والمطبعات من الأخشاب وكوب الشاي بلا تهوين يا هلاكو اجلس فجلوسك سوف يطول أتتك أمارة أفورجي قطال أفات الطجن إن كلابا أمس بوجه ابنك أبغى قد نبعت والغربان لدى مرآه بجاحافلة سوداء فتحت ولقد فسر هو ما قالت باسم وبفعل ممقوت أن مغالق مصر ستلتح كلا بل أبغى سيموت والبرج أبرج جواهرنا كاهنة من بعد سكوت قالت يسقط في الملكوت يسمع نباح كلب ها هو ذا كلبك إذ ينبح والبرج بعيني يتأرجح كي لا يسقط بل كي يرجح بالكعبين من الياقوت وجناح كفصوص التوت والذهب على صورة حوت يسبح بل يسقطه من أثقلت عليه من ربات بيوت أفك قيد نساء الأشرف في برجك سأحررهن قلت يكن وراءك خدما حيث يكن كلا لا أهدى ملكات لأبيهن سأهديهن هيقفت شكوكي بالأشرف وبباقه من عشر جهات لي خمسة عشر ابنا منك كما أني لي منك بنات سبروا بنات أعرفهن بالاسم برسم مشم عنه لا كفات كبراهن كوسطاهن كصغراهن ما أحد قال عليهن لسانحة تبات ونبات هن سيصبحن الزوجات هابوهن فقيرا قولي بغنيمات أم هل هن العميوات بل إن الناس هم المبصر والداهية ومن بسكات من جايبي سأعين المفلس فبهذا إنك من تعنس إذ ما خصك من دينار مما في جيبك يا متعس والبس درعك وافعل ما شئت فلن أمدس تؤدي طغر ما يعرف لدى التطار بالجوك بأن تسقط على ركبتها وتستقبل الأرض بمرفقها وتمشي علامة على التعظيم والطاعة المشهد الثاني مخيم كاتبغا بظاهر حلب وكاتبغا نوين قائد عشرة آلاف وهو عسكري قديم خدم عائلة جانكس خان كما أنه شيخ متين البنية ظاهر المهابة يحتفظ بلحية رقيقة طويلة مضفورة أو يربطها إلى حلقة بأذنه وتدل نظراته الناقبة على استخدام بكل المرعيات والمقدسات وفي مخيمه علائم من انتهاكه السالف للأرض ولأهلها من شفوف عربية وخلاخيلة وعمائم بنفسجية اللون هي من شعارات بني العباس وثياب سوداء هي من خصائصهم كذلك وهو لا يجلس على كرسي بل يقف منهمكا في هواجس تستلزم وقوفه وتستدل زوجه عليه كما لو كان قد تغير تغيرا كثيرا وزوجه لها ملامح نساء الصين ذات ثوب ثمين مقصب ومرصع وهي حاسرة الوجه والرأس كلفني هولاك وحدي بعزائمة التاحق بمكدي فإذن هولاك يا امرأتي من يزرع لي كوكب سعدي باق ليس نزيل الشرف به باق المتعد سممه هولاك هذا تخيل لا يصعد عندي كذبغة فبدونك هولاك سم علقمه فج لا يجدي خلينا نعمل للشدة فلتتكسر هذه الحدة أم تتعبأ للمحروسة؟ هههههههههههة هههههههههههههههه للمحروسة من يحروسها قيل تبيته وراء حراسه هههههههههههههههههههههة فيما إذن قدخطبت عددا ممارات دون شكاسة فهي عروس دون عنوس أم الدنيا تجذب عاشقها بحماسة لكن هي فيما أسمعه أيضا ذات شراسة تضع اللامة فوق الرأس غداة الحرب علامة والمئذنة كحد السيف ولو طالت كعمامة ويثير مقطمها أبدا حول القد قتامة وإلى النجدة أبدا طارت قل طيران حمامة وستضرب صنجا بسواه وستنفخ بنفير وترى ألف أمير فيها صاروا مثل أمير أفأنت اخترت لتقليلك كتبغة لغة صلفة ناسية أني لو جلف فلأنت هي الجلفة ولو استؤسل شأفتك البغة لن نعهد لك شأفة يمرأة طافية الكيد وجافية بل جنفة انطلقي من عرش اللفظ إلى الركبة بكياسة ماذا كنت قبيل السقف وقبل نقوش قداسة يحترم بنا القوك ولا نكفر بالياسة أتصير بلاطات الخاتون إلى سوقنا خاسة أبعادنا لا ينسى أن لمصر مليكا شرط لملك فرنسا أن يترك دمياطه ولن يمنحه القدس وانتزع الغور من الناصري حين أساء الدوسة ولو انتبه إلى إجبيلية أبطل ألفنسا وله السفن متى قد شاء بهالطقة الأندلسة بل حذر عكار وعكا لو وطرت القوسة أو حملت أرسوفه على عاطقها الترسة بل فرج مصر على رسلك مقتولين وأقصى ما أرشد داروس لمصر قديما يفغرفاه ما جعل الإسكندر يوما بالفام يتقفاه إلا أن الجاه يشيخ وتسأمه نعما إلا أن الرزق ينادي بالفام من ناداه ويحن الخبز لآكله يبكي من أبكاه بل قل برعومة أغرتك وبلبلة ومهار بل منعانها انقطع الأهل إلى حبل كالشاح وأثورها انفكت فهي خلاخيل مؤداة إن شئت الثروة فبمصر غناء لا أنسى وتصدق ما شاع كذلك عن تمساح النيل هواهههههههه والتمثال المقي الكاثم لن يصل إلى فيل والهرم به الثغرة تسمح لسعدي ليهيل بل من أرض التيه الخاصة ببني إسرائيل أتغلغل لعروس المولد للإكليل بها سيزغرد يصبح في رأس الإكليل وحصان للطفل يؤدد من حلوى باللون الأبيض لا بالأسود مما يا زوجي لا نعهد إلا في لون للشيب برأسي للفودين يسيل والسوق التترية تأمر فالسوق التترية ما تنعقد عليه النية والبنت السمراء القمر إلى جنب الرومية بعد الإرمينية كنتم تطرا في السرقوجي غطاء الرأس كمشمش فغدوتم نعلى الإفرنجي كقطة فيهم تنفش أبزرقة آيون نسواتهم أمتم؟ يا للغيرة أتلأمتم وحضاياهم؟ فالساعد بأقدام السمراء بسعر البنتين السمراء ويني أو الولدين؟ بكمئة ديقة العين ولا أقدح في الصفرة بل أسر حضايا المستعثم أوقع سعر المعصم فبربك لو قد يستعظم في ذمتك بماذا يقسم؟ لو يستعظم دون الدرهم والبنت كعرقون النخلة لا تبتع بتمرة وكثير غيري في ثمن يكرم سيل السبي العاتي جعلني عاج الدور تواتي آه ينخارق الميزان كثيرا وستؤكل بالعب البقجة حين فرنجة جذر الساحلي والأرمني نزلوا للصنجة للعربية لا لفرنجة إن كريمات قد سرنا لمصر لأجل الستر وليس الحتر سرب أميرات أسرين لها في غبش الفجر بحوط طرات جنود فانفرتوا في هذا القطر وما رجعوا البتة لحدود فروا من حوصلة الحشر وعنق الأسر بل قل لسفيرتهم مصر فزادوها هزجا للنصر لن تكسر مجدافا أبدا ما لم يطمح هو للكسر إن الأرض لدى أهليها بالخبرة كجناح يمامة تتنقل من دون سآمة وأنسي في ذلك من هم صلاء ومن هامج وقمامة ولذا أرسلنا لمليك بالسهم خلال النكباء إن الله إذا ما شاء ضياع الملك بأرض ذات مقامة استل عقول الحكمة والخيرة لك ومع الشكر فأصاب السهم الجارية الراقصة الأولى القمراء وانكب الملك على الشام ليبلل بالدمع ما كانا فيها حالت عنه دماء مع أمر بزيادة ما أرخي من ستر القصر بصاحبة الرقم التالي من محزومات القامة أو من محلولات الخصر فالبس درعك لا بأساء تضرب وجوك بأن تسقط على رجبتيها فقها وتتمشى عليهما للتعظيم وللطاع موسيقى الفصل الثالث المشهد الأول مرجو بني عامر ببيسان حيث دهليز الملك المظفر وقد انتشر على مبعدة منه الأمراء بسلاحهم وبملابسهم المناسبة فالأخفاف مضاعفة النعال وللحزام فراغ في الوسط يمكن أن يضع فيه المحارب نقوده وهناك على اليمين من الحزام الصولق وهو مخلات من الجلد لحمل الطعام صفائبة حيث لا صماط في الميدان وتلتمع الخوذات بأشرطة بالآيات القرآنية ولا يفوت بعض الأمراء أن يكتسب الخطورة بأن يكتسي بما يسمى طرد وحش وهو ثوب بنقش الوحش المفترس وقليل من يقوون صدرهم بحلقات الحديد أو الزرد المصوغة قمصاناً وأثواباً كاملة ألا يا جيش مصر وراء خط النار أو في الخط عيونك هذه وهي التي لا لم تفرت قط صيان الضبط للدنيا صمام الربط ولست بجيش مصر فقط إذا فزعت إلى البستان زيتونة بوخز الشوك مسكونة وبالأزهار مجنونة فإنك شط من ليس لها من شط وذاتك تلك مأمونة بأخذ النوط حمل النوط وأركان الوجود جميعها لك شوط وإن صمعت يد الأشرار مكدودة بآصرة الدم المبرور مجلودة وقد سكتت بأغرودة وقد غابت بها طرق لها الأبواب مسدودة كسرت القيد عنها واخترمت الشرط وعدت بقرطها المنثور في الأيدي جمعت القرط وإن هتفت بك الأكوان يا مصري تعال بحكمة الدهري وشد بقوة أزري سعيت لها على الفور وكنت لها كجذع الصنط جذر الصنط وشمس الغيط نهر الغيط زهر الغيط وخيط الفجر إن عز لديها الخيط وبدرا كالذي يسري أنا بيبرس قف بيبرس أنا بكتوت أنا قلوون قف قلوون أنا ماماي قف ماماي سم الموت سم الموت بهادر ذاك بدون حراك مكان مصافنا مرج بني عامر في بيسان كما الثامن والخمسون عام الناس بعد المئة السادسة المهدات من هجرة أزكى نبت كما اليوم الخميس يوافق الرابع والعشرين من رمضان وبعد غد نهار السبت وبينهما صباح الفصل بين الحق والبهتان ومعرفة الذي سيصير في كرسي مشرقنا هو السلطان أنا أو أنه ملك التتاري كما ينادى الآن وإن نطق اسمه نثرت جواهر فوق أم الرأس بما لم نستمع بالأمس في روما أو اليونان كما لم يستننه لنا المشفع من بني عدنان فقل ما تم يا بيبرس دون اللبس بباب السيفي بند القوس مشت من قلعة الجبل المقطم جمت السرعة بأبات وبالتبعة من الباب المدرج أو من الاستبل ذي المنع من الخيل التي بزمامنا قطعة عليها جاهز الفرسان وعند خروجها من حلق باب النصر لها انضمت خلائق دون ما عدد ودون الحصر رعية مصر وقد قلنا عن القلعة هذه الهضبة الصلبة التي لنا الخدمة ضربة كما أفسحت الرحبة لمزغالها لقوس ملجم بالسهم كم أسهم وهلب قام أعلاها بحيث يدق رأس الخصم لو أقدم وما يوما لقد كانت زهاء خيالي حلم ضخم قراقوش الوزير أحقه بالجهد بالمتعة ليوسف بن أيوب صلاح الدين بأسراه من الإفرنجي بالأهلين لسهمين معاً إحكام قبضته على مصر بحصن يضمن التبعه وللأبراغ تذهب غائلات المعتدين الذائع السمعة لأنت عظيمة الروعة يا قلعة ولكنك لا لم تشهدي حطين وليس عليك يسبغ سور يلطف حدة المقدور كما المأثور في القلعات شتى أو كمكتمعة إذا جاءت سهام قمامة أعني الأناس البور وفرصة مكثنى فيك بأبراغ الدفاع قصور ولو حتى تحليتي بخندق جسمك المحفور وأبطنتي أنابيب بتحذيرك مطلعة أحبك 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 غير أن رسوفنا في سطحك البدعة كما والي حماة العاهل المنصور أشار إلى الدم المسفوح والمطلول والمأجور كياني ذائب منثور ولا بد إلى بلدي حماة الأم من رجعة وزوجي ضائع مأسور أثارتها عقيلة عمنا الناصر لتلزم ما وعدت ابن العديم به بوشك حضور ونحو الصالحية طارت النزعة وبان لها على وجه المعية في الصباح سفور ولقيان العدو بها أردنا صدرها الميسور ومرت تحت عينيك كما الودع على فرس كما مطر سريع عابر مأمور وقلت لمن يريد الجولة الحولاء واللكعة على أرض الكنانة لا هنا محذور فقتل المعتدين على مظن وجودهم سيدور موسيقى قيمة كاتبغة في مرج بن عامر ببيسان وكاتبغة تكتسي نظراته بتهيو وإن كان الآن في لباس الحرب يتقلد قوسين وكنانتين للسهام وفي الخيمة ألوان من أسلاب اغتنمها من المكان الذي نزل به من نفائس مما كان يستملحه حكام المدن العربية من الترك والفرس كالنعال الذهبية لهم ولحوافر الخيل ومحفات للخواتين ولا تزال لحية كاتبغة الرقيقة في رباط لحلقة أذنه اليسرى ولقد انضم إلى كاتبغة ابنه وهو شاب وسيم محارب تقدم حتى صار على ميسرة منه كمن حنى أمامه الملك السعيد الذي كان التطار قد حرروه من سجن البيرة وكتبوا له فرمانا بإعادة الصبيبة وبنياس إليه هذه مصر العصية لم تعد في الصالحية استفزت بالمماليك وأهليها وجند البدوية وأغارت برجال قاهريين وأهل اسكندرية وتتالى الصلحاء بوصايا الأنبياء وفمن أقوى لإذكاء الحمية متكين الآن في الفوز على آي الفداء وحفيين بأبواب الديار الأخروية حين بلياس احتفائي إنها الياسة السياسة كتبوغال ابن الكبير الآن تحدون الكياسة إنه لاكو وأبغى يا ماما شطر الرئاسة فقرى قروم مقر السدة العليا السنية نعرط للعنجهية إن كرسية توليها زمام الأرض يشغر وستأتينا بعفريت جديد يتبغتر بعد ميكو قان قبلاي سيأتينا بياسة تترية وبه قد صرت أدقر ولماذا قاله لاكو سأحضر في قرق روما ومن للتخت أدنى منه أقدر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهي في التأثير أشتر صاحب الجيش وأبقى لي بقية وإذا نحن وأرض والسمى ثم المظفر كدبغة هب أننا نحن انتصرنا ما سيسفر أستخد مصر لي؟ فلنتقهقر مصر باق عنده لاك بخس إنه لاك من الأمس علينا قد نفس ما تقول؟ وقرقروم تقول والمغول أي عقل لو ذعي أو دعي أو حصيف المعي يقتل البراد مرءا فيدان البردعي حيث إن البردعيين كثار وذو المبرد شيء من نثار إنه لاك غدا يفعل هذا لا يضار ويضحي لولي الدام بالعنزة أو بالبقرة إن هذه فعلة منتشرة فدم المغلوب للغالب بضع الحشرة وكما مرء بأهل الزركشة نزع العين لمرء فأبى أن يخدشه حيث يحتاج لعينيه لشأن الأقمشة ودع الأعور أن يقصد مختط السيام حيث لا يتركه إلا بعين بالتمام فهي ما يحتاجه في ضبط سهم في الأمام آه أي قاد أنت هلاك بساحات قضاء مدهشة عدله فيما يجور فكما الشام لسفاك الدم القاني بحور من دماء ونهور فلمصر اختار حظا داميا حتى تبور وكما في ساحة ما قد ظفر فعلى الأخرى له أن تنكسر وكما فيك تبغى لاقى على الذل الرجل فهو لا يبرح هذا كالمثل إنما الأسياف ترتد لجسم العائلة لا كما جنكيس قد ود نص عاقلة فهي هذه تتعادى مثل أفعاثة ويل أم التتر اليوم وويل القابلة أفأبغى برة قال ابن عمي بركة أم من الآن العمومات كفاء المعركة هذه حرب مع الإسلام والأهل دروس سافكة لقحت فينا إلى أن أتأمت بغددت بل أشأمت بل تتتر فهي فينا واغلة تغر ذي تتنصر وعلى الإسلام تكدار توفر وعلى بوذا وكنفوشيوسا من منا بأرض الصين أصفر جيش مسر أيها الجندي في المرق تأصل إنه في عين جالوتا كنسر يتفصل من ترى فيهم رؤوس الحربي ركن الدين بيبرس وقلعون وفيهم خشترين ثم فخر الدين مامايو وويلي من أقوش وأقوش إن في القلب المظفر ألقد قالت له الرؤية ستظهر أفأنساق إليها؟ أفأنكب عليها؟ أفأغضوا من رياش النصر والفتح لهم؟ لا كما العاهله لاك لكعبي قدوهم يا له حلص الصرع ليته لي ما رجع مصه نهر جليد كالذي أمس شمالا لمواليه انتزع قالت النسوة من بيت جلال الدين أقبل يا سابع إنما الساب الضبع قلناها للنهر فقتنا جلال حيث أولاة العفاف اليوم لو يخصبنا ألحقنا بك العار العضال تقف ثلاث فارسات تتريات في السلاح كالصم البكم وجلال الدين قال أغرقوهن بنهر السندي حيث الماء سال هكذا النهر لأهليه ابتلع وجلال الدين للآتي لنا من مصر خال هي اللقع يقبل رسول من قرقروم نجم قبلاي لمع من آل جنكيز له يا ما دعوا حتى اتجع سيأتي زاده سوء الطمع طغر أيضا ستأتي بالعجب ما الذي انضاف لعقلي أو سلب الليالي تتالى نحو يوم الجمعة لترى منقطعة حيث لا أبصر شخصي بعمود البردعة وأنا كالطفطعة وبظهري أربعة من طعون مبدعة وأقوش ضاحك في لوذعة وجناح الجيش والقلب وجند الميسرة شطحت كالقبرة ما لها من مقدرة يا أبي لا أعجزتنا الأمكينة فالأواني تتوفى وتشيط الأدخنة ونعقاد النصر لي من أزمنة والشمال ممكنة وبصاق الشيطنة أله لاكو ستهدي المسكنة وهو لن يبعد عنا لسنة فلنشع أن بهم سوف نريد الميمنة فإذا قوّوا سواها البينة كانت الصدمة فيها ولقاء الأحصنة وكراديسيا كرت لتتم الهيمنة وأنا في الأكمنة صارخ لا فرعنة وحمام زاجل في اليوم هذا قد يفيد ولنزور ما سيحوي من بريد ببيان عربي مستفيد كقصيد ككتابات ابن لقمان لهم وابن العميد أو لغة يستقبل طائرا يسقط على وإن رسالة على جناح الطائر جاءنا منهم حمام يتتالى بمزيد فلماذا لم يجئ إلي سنان ممسكا دون العنان فوق قبر ابن كمال شديد ببعير بوعيد جاعل مني الثريد ومن الزوج العصيد أه هو 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 الخسر مني فارس منهم يهاجم جوهري الصوت ممشوق وسيم وعنيد زوجة كتبها تبرز خاتما تخفي فيه السم أزرق العينين بالسمرة في الطول بعيد من بني القف جاقي أو من برج أغلي هو ببرس بسهم لمثالات سيغلي أو سواه من خوارزما صباه من عوز ليس في الحق يسمى بقطز لطم الأستاذ يوما وجهه من فوق خط لاعنا آبأه من دون عد فبكاهم مثبتا إسلامهم للكفر من عاشر جد فهو محمود بن ممدود حروف عشرة دون نقاط طالع النصر بها سوف يناط هكذا ضارب رمل مغربي قالها دون احطيات وهو من دون ولد ابن كتبها وهو يشير إلى معسكر المظفر لا تدعهم يا أبي فينا لوهم يشمتون كم تغمزنا بهم هل شئت من قد يهمسون فإذا كروا تركناهم تباعا يركضون وقعتنا شأن من يستسلبون لم نقابلهم خفافا مثل ما هم يعهدون فإذا هم ينهكون للنفط في المزراقي لا لا يندلع وقلوب الخيل بالفجأة هذه تنخلع ولنا منهم حشود عرب فينا أسود سادة مثل السعيد تتولانا تقود فكما منهم أرقنا من دماء كم نصرنا الضعفاء وعتقنا السجناء والتسل عنا قدامانا عن الماضي التليد وتماسك لطبول لغناء وتماثل للمساء قبل أن يحمل هذا الرمح من أرؤسهم من قد تشاء المشهد الثالث حيث يقف الملك المظفر حاسر الرأس دون خوذة أو درع وأمامه عدد من الأسرى والسبايا من بين هؤلاء الملك السعيد وهو صاغر عن بعد في الأغلال يطيل النظر إلى يمين المظفر كمن يود أن يقبلها ومن السبايا الفوارس التتريات السوالف ومع الفارسة الثالثة سبية شابة تكثر من الانحناء على ربتها والنزول على مرفقها لتضرب الجوقة للمظفر دلالة للتعظيم والطاعة لدى التطر كما أسلفنا ذلك طوال الأسارة من القلب أن من جناح عزيز أنا من رمات الكمين وكنت لسهم أكيز وهل كتبغ أنت لكن بإسورة وسراويل غادة وهل لي لرتباته أن أحوز أنا في السبايا للحظ الوفابة ونجلي الذي لقمات شددت لظهري يقال له كتبغة بالوجيس فهذا لحسو حليب الخيول وذاك لبقر البطون وخلطهما لا يجوز أنا كتبغة غير أني أنا ابن وصيفة هذه العجوز فهذه العجوز إذن كتبغة كيف كيف والصدر عالي البروز فصف كتبغة الوجه الوجه وجه المغولي الوجه وجه المغولي كما الأنف في مشلكوز قل قل الأراجوز فكيف إذن فر هذا العزيز فرار المعيز المستعرب قادما من القتال حملنا عليهم كمثل الملاءة وكنا العباءة وقد أبصر الولد التتري علامتكم ثم قال فجاءة وراش لك السهمة حتى أتم الذي المكر جاء ويربما بصرت عينه بأبيه المحبب لحما وشحما وراء البراءة فثارت به تتريته حيث ينمى وكان حصانك هذا القتيل دفين الصهيل وجاء مطاة الخيول الزيادة كدأب كعادة وقد قال بعض ألا أخذ حصاني وأبقى أنا راجلا في مكاني لأن الحصان صيان المليك وليس الصيان وراء القلاع القدار السميك وقلت وحق أبيك أللزم حصانك مامايا ما كنت من يحرم الناس من نفعك اليوم حاشايا قيل ألا إنما اتتروا اليوم إن يظفروا بك لن يأخذوا منك روحك وحدك إذ يأخذون حياة البلاد يردوا بنا البعض عن ديننا وبعد إذن لن نرى مفلحين وقلت بكل اليقين لخيل الشمال لخيل اليمين سأذهب للجنة اليوم لي خير زاد كما قاتلي سوف يمضي لنار الجحيم لحسو الرماد وإن تكلّم عاد إذا ما المظفر مات بهذا الزحان معبد الله في مصر أو في الشام لأن العراق حطام وليس سواه على ما يرام أمو الخصام لدود الخصام ولم يرتفع في المنابر صوت الإمام وما من بلال جديد لنا سيقيم الأذان ولم يعرف الدين في زمن تتري يلي خلق هذا الزمان وقلت هراء وسخف البيان فللذكر من أنزله وهذا أنا أضرب الأمثلة فمن قبل مات النبي وإن أبا بكر قد كفنوه بزي وإن المجوسية وإن المجوسية صلى بخنجره بالدم العمري ثم عثمان مات ومات علي وإن عمود الديانة حي كما ابن الزبير قضى بيد الثقفي ورأس الحسين لقد جاء قصر دمشق لباب يزيد على الترس من كربلاء على غير ري ومات الخليفة بالرفس بالدس بالعلقم كما الملك الصالح كما الملك الصالح احتضر اختاره الله وهو الفتي وأحرق في البرج روح ابنه ذي الدماغ العصي وإن عمود الديانة حي وإن المظفر حين تلقى فنون القتال المرادة أحاط بها والركائب من تحت قاده ثم وهو على ساقه يترجل ما من عبيد وساده ولما اهتززنا لذبذبة في الجناح وللتعتع كررت بنا أجمعين إلى المعمعة ملقيا خوذة عنك إن لها لم يعد من ساعة وأذن في الناس مرء يقول تحثكم القاهرة وتسألكم عنقرة بأسرى بمستضعفين بمضغة أعراقنا الأولين بألا تديروا على يومنا الدائرة فهذا نكال لمستبشرين ألا خاب من يتولاه منكم إذن يا عرب كما لن أظاهر هذا الغرب أجل فحياة الضمائر لا لن تكون عمود الخسائر ترى يقتل العربي أخاه بوكه اليقين وما من سبب سودان يقتل العربي أخاه وهو ذا واحد عن كثب أخي من يده سوف أرمي السلاح وقتلك له لن يباح فهيا إذن ننتسب أتبكي أجل الذي كان سوف يراد لآصرة الدم أن ترتكب لمن هم سواء بشهر الصيام ومن في السجود ومن في القيام ترى هل تصوم كما المسلمون معي في الهجوم أفيهم جريح كما في الحريم الجريحة فخذ من قميص الضمادة هذه الشريحة واجلب من أهل بيتي الوسادة لحق الطريحة ولذب الفرار لوقف الكلوم وإني من البدء أصل التطار الرجوم ولا يجدون بمرء كمثل الإفادة لماذا؟ أبعد اقتياد السفين بسجادة للعبادة أنصبح للطيش رادة ومن بعد أكل الذبيح المسمى عليه أنرجع نطعم لحم لحم الجرادة نهف إليه وبعد وثاق الزواج المتين نوسد في الشارع الهائمين غداة الولادة ونبغي نوسق سطح قصور الفتو هذا ونعبد ما قد نسمي ونحن صنعناه من عجوة أو برادة ومذ قد غسلنا اليدين من الفاتحين كدارة وإسكندر أو كأكتافة قلنا لفرخ التمرجي جنكيزة لا ولمصر الطبيب الإرادة ولا للضروب التي فتحت شدقها للبلادة وكلا ليأجوجة كلا لمأجوجة للناشزين إذا نقبوا سدهم وأتوا باهرين ولو يقلبون تروس الهوادة تراني يدي أسرت كدبها أم أنا بابنه من يفوز فذاك ابنه قل أفر أبوك الذي قد أراد الكنوز ومن ذا الذي ظهره حلبة من حجوز إذن هو هذا القتيل المديد المعاند مثانته تلك ميدانه مثلما كم نشاهد تقف زوجة كدبغة في مستوى مرتفع في زاوية من خشبة المسرح تتسلط عليها الإضاءة دون المستويات الأخرى أرى يوم جاله تعيدا له شأنه مثل بدر لديهم وليس علينا بسيء مصابي بزوجي وبابني ولكنه قد يهيئ لمعتقد الغالبين لإيمان قيس وطيء يضاء المسرح في المستوى المقابل على حين يظلم على موقع زوجة كدبغة لنشهد في هذا الموقع طغر وهولاكو ألا إنما كدبغة اليوم مات استكانت يداه ولا لن يكون الغداه ألا فاقتلوا الناصر الآن لا تشهدون الدهاء ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لن تحارب جند الشآم وحوربت حوربت رغم الكلام وقد قاتلت مصر وحصرته وحصرته لقد قال قال لن يقذفوا بحصره هلاك الأرستيو من ليس يقرأ يقيس ولكن بها مشة يتلكأ ذبحنا الكثيرين منهم كذبح شياه وكانوا عصاه وكم عدد من نساء هلاك سباه كما الطفل من ذبحه أتبرأ وكنا لهم غضبا للإله وكنا أدا وها قد أتاهم رضا أتبكين إني إني أصلي فكيف كيف لعلي أقتلوا مئتين لكل صلاة واجعلوا صولة الشمس من فوق أي قبة يتحرك هلاك في جنون ثم في صرع تضاء مقدمة المسرح ويظلم موقع هلاك وزوجه ثم يظهر في الجانب الآخر أقوش أنا أنا من يدي قتلت كاتبغة وأذكر ما قال ماذا لغا حين عيني استقامت له مع سيفي يثرثر كالببغة ألا إنكم صانعون بمن دللون ومن زغزغ ألا يا خيول الطراض اركبي وراء المهول ألا حاربي فإن دمشق غدث مطلبي إذا ما هلاك نأى عن قرق روما جاء ولو أن أبغى الصبي تعافى ولم يتوفى بداء أبيه من الصرع من الصرع المتلف المعطبي يدي تابعته وأوغل بعد وأوغل بعد الذي سيجيء على عرش مصر الأبي ليطرد هذا البليد الغبي وإن كنت أنشدهم مرتدين قميص السلام بدرع النبي ألا يا جيش مصر أو في الخط عيونك هذه وهي التي لا لم تفرد قط صمام الربط للدنيا صيان الضبط وليس بجيش مصر فقط صمام الربط للدنيا صيان الضبط ولست بجيش مصر فقط كنتم مع مصرحية رسل التطار في نصر اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات يسري الحكيم خالد الذهبي أحمد صيام طارق إسماعيل فطمة مظهر أشرف عبد الغفور أحمد الحريري مصطفى القسط سيد خاطر محمد محمود عبد العزيز زكي ياسر عبد العزيز جلال الهجرسي فكري صادق وفريدة مرسي التسجيل والمنتاج كريم قمحاوي رسل التطار في مصر مسرحية شعرية تأليف دكتور كمال إسماعيل إخراج رضا الجبري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة